لو الحكاية فيها إنا النهاردة الـ 22 يوليو والنهاردة الأمر موجود في برج الحمل من الساعة 12 الظهر عندنا كمين أورانوس موجود في برج التور وفينس والشمس في السرطان والمريخ في الأسد وعندنا حمس كوايكب مزايله بيتراجع أطارد بيتراجع في السرطان والمشتري بيتراجع في الكوس وزحل وكلوتو بيتراجع في الجزي ونبتم بيتراجع في الحوت خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج نبدأ ببرج الحمل موانيد الحمل النهاردة عندهم الأمر موجود في برجهم وده بيجيهم كل الطاقة واللياقة الزهنية والبدنية هيكون عندهم ثقة بالنفس أكتر وهيكون عندهم كدرة لأنه هم يثبتوا نفسهم في كل عمل بيقوموا به ويعرفوا كمان أنه هم يفردوا إرادتهم ورغبتهم بمنتهى الزكاء كمان النهاردة مواليد الحمل هيكون عندهم اهتمام أكتر بمظهرهم وهيكون عندهم مظهر ساحر ومتقلق ويعرفوا أنه هم يلفتوا الأنظار ليهم وخصوصا أنظار الجنس الأخر نروح بعد كده لبرج التور ومواليد التور النهاردة عندهم الأمر فنازل الصحة السلبي للأسف وبالتالي مواليد التور النهاردة لازم ينتبهوا أكتر لصحتهم خصوصا من أول الساعة 12 الدهر لأنه ممكن تكون طاقتهم أقل ومحتاجين أنه هم ياخدوا قسط وافر من الراحة كمان مطلوب من مواليد التور أنهما ما يهملوش أي عارض صحي يشعروا به كمان عدة نصايح لازم أقولها لبرج التور مواليد التور النهاردة ما تتسرعوش في خطواتكم وما تدوش السقة لأي حد إلا بعد دراسة وتمحيص علشان تتفادوا اللوقوع في أي أخطاء أو تتفادوا اللوقوع في إيد أي حد نصاب أو محتال كمان النهاردة مواليد التور مطلوب منهم أنهم ينزموا الكتمان ويعملوا في صمت ومتعلموا شخطتكم وأفكاركم وتجنبوا الزخوا بنفسكم والفخر بإنجازاتكم نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم الأمر في ننزل إلى الأصدقاء مواليد الجوزاء ممكن يكون عندهم النهاردة يوم هاي والاجتماعي ويقضوا أوقات حلوة تبنعهم بالأصحاب وبالسهل أنهم يحصلوا على مصايح مخلصة من أصحابهم كمان على المسعيد المهني عندهم كل شيء ممكن يمشي بسهولة ويسر ومن السهل كمان أنهم يحصلوا على دعم زملاء العمل وأساء العمل وحيكون مواليد الجوزاء النهاردة أكثر قدرة على تنمية أعمالهم أو مشاريعهم نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان للأسف الأمر معاكس معاهم النهاردة ابتداء من الساعة 12 الدهر ونصحتي لمواليد السرطان أنهم يحاولوا يكونوا منظمون في تفكيرهم يعني نظموا أولوياتكم ووقتكم علشان ما تقعوش في أخطاء تتمسج ضدكم كمان حاولوا أنه أنتم ما تتصرفوش بعدائية أو بعصبية عشان درب العصبية ممكن توقعكم في أخطاء نروح بعد كده لبرج الأسد مواليد الأسد النهاردة الحظ بيحلفهم جدا على كل الأصيدة عندهم الأمر في منزل الحظ وده بيعد عنهم مليا ومهنيا واجتماعيا فبشوف أن النهاردة يوم ممكن يستمتعوا فيه بوقتهم مع كل اللي حواليهم والحظ على كل الأصيدة زي ما بقول ممكن يحققوا مكاسب مليا ممكن يحققوا تطور في مجالهم المهني خصوصا أنه عندهم استعداد أكبر لتنمية معرفتهم ومعلوماتهم كمان النهاردة يوم مناسب للأصد عشان يخططوا للسفر أو يصعوا للسفر أو يقوموا برحلة فعلا وكمان مهم للناس اللي بتتعامل مع جهات أجنبية أنهم يستفيدوا من النهاردة في توثيب صلاتهم بالجهات الأجنبية نروح بعد كده لبرج العزراء مواليد العزراء النهاردة عندهم الأمر في منزل قيم والدخرات وده بيدي مواليد العزراء يوم رائع على الصعيد المالي عندهم يوم مناسب للبيع والشيرة ويقدروا أنهم يحققوا توازن بين نفقتهم ودخلهم ويعرفوا أنهم يخططوا كويس لتنمية المال وليتنمية أملكهم نروح بعد كده لبرج الميزان ومواليد الميزان النهاردة عندهم الأمر للأسف في مواجهة برجهم اتباق من ساعة 12 الغر نصحكي المواليد الميزان النهاردة أنكم ركزوا على التعامل بلا باقة مع الآخرين عشان تعرفوا تخرجوا من أي أزمة ممكن تقابلكم حاولوا تتحكموا فاصبيتكم وما تتسرعوش في ردود أفعالكم خصوصا مع شركاء الحياة ده لو أنتم متجاوزين وكمان مع شركاء العمل لكن في نفس الوقت مكلود منكم أنكم تحافظوا على مصالحكم وعلى حقوقكم يعني تراجعوا كويس أوي بنود أي أوراق بتتوقع عليها قد تكونوا عرضاً حد ياخد حق من حقوقكم فلازم تكونوا حذرين ويقذين عشان تعرفوا تحموا نفسكم من أي محاولة يعني لأخد حق من حقوقكم نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب النهاردة عندهم الأمر في منزل العمل الإيجابي وفي منزل الصحة الإيجابي وده بيجي مواليد العقرب طاقة ونشاط وحيوية ومواليد العقرب يقدروا أنه هم يديروا أمورهم الحياتية بزكاء ويعرفوا أنه هم ينجزوا ويرتبوا وقتهم وأولوياتهم ووديهوا جهودهم في الاتجاه السليم نروح بعد كده لبرج الكوس ومواليد الكوس النهاردة عندهم الأمر في منزل الحد وده بيجي مواليد الكوس طاقة عاطفية ويوم رائع ممكن يقبضوا مع الأحباب يعني عندهم أوقات حلوة ممكن تجمعهم بالأحباب أما على الصعيد المهني فمواليد الكوس عندهم إثبات لوجودهم في كل عمل بيقوموا بيه ويعرفوا أنه هم يعني يحطوا رجلهم على الطريق الصح النهاردة كمان مواليد الكوس هيكونوا بيتمتعوا بالحماس والطاقة البدنية اللي بسعيدهم عن الإنجاز وفي المقابل يعرفوا يحصلوا على التأدير من الزمالياء ومن رؤساء العمل نروح بعد كده لبرج الجادي ومواليد الجادي النهاردة للأسف الأمر في وضع معاكس معهم ابتداء من الساعة 12 الظهر ونصحتي المواليد الجادي النهاردة أنهم يتحكموا في عصبيتهم خصوصا في معاملتهم العائلية والاجتماعية عشان ما تتعرضوش لضغوط مع الناس المحيطة بيكو وعشان تتفادوا الصدام مع الأهل والأرايب وكمان مع شركاء الحياة نصحتي كمان لمواليد الجادي اجتماعيا حاولوا أنكم تتعاملوا بلا باقة برضو حفاظا على علاقاتكم نروح بعد كده لبرج الدلو مواليد الدلو النهاردة هندوم الأمر هننزل إلى علاقات ابتداء من الساعة 12 الظهر وده بيدي مواليد الدلو وأوقات رائعة ممكن تجمعهم بكل ما حواليهم مهنيا متكماعيا وعائليا وكمان يعني ممكن يبقى عاطفيا بس عموما هيكون عند الدلو علاقات ممتعة وعلاقات مفيدة وعندهم كمان النهاردة وبكرة أوقات حلوة أنهم يعملوا يعني النهاردة وبكرة وبعده عندهم ثلاثة أيام أوقات منصبة جدا لعمل انترفيو في شغل فعندهم يقزة ذهنية وعندهم قدرة على التفاوض وقدرة على الإقناع كل ده يساعد مواليد الدلو لو عاوزين يعملوا انترفيو أو يقنوا حد بفكرة أو يطلبوا بشيء فعندهم ثلاث يام هايلين النهاردة وبكرة وبعده تقدروا انكم تطلبوا باللي انتو عاوزينه أو تبرزوا مواهبكم في انترفيو أو تقنوا حد بفكرة انتو عاوزينها نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت عندهم النهاردة الامر هو ممز الإيمان ابتداء من الساعة 12 الدهر ونسحتي لمواليد الحوت استفيدوا النهاردة في انكم تنظموا أمركم المالية تقدروا تحققوا مكاسب كمان بس بشروط الشرط انكم تعطنوا بحساباتكم وتركزوا علشان انتم ممكن تكون تركيزكم أقل النهاردة وده ممكن نوعكم في أخطاء فلازم ترجعوا كل خطوة قبل نتنفذوه عشان تتأكدوا انها خطوة مظبوطة وبكده تقدروا تحققوا مكاسب ان شاء الله هيلة